اشتركوا في القناة المخبأة لنا في هذه الآيات الجميلة ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تجان وعلى رؤوسه اسم تجديف والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقائم دب وفمه كفم أسد وعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي وتعجبت كل الأرض وراء الوحش وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش وسجدوا للوحش قائلين من هو مثل الوحش من يستطيع أن يحاربه وأعطي فم من يتكلم بعظائم وتجاديف وأعطي سلطانا أن يفعل اثنين وأربعين شهرا فتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء وأعطي أن يصنع حربا مع القدسين ويغلبهم وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة فسيسكد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي زبح من له زناني فليسمع إن كان أحد يجمع سميا فإلى السبي يذهب وإن كان أحد يقتل بالسيف فهن بغي أن يقتل بالسيف هنا صبر القدسين وإيمانهم ثم رأيت وحشا آخرا طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفى جرحه المميت ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل نارا تندل من السماء على الأرض قدام الناس ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش قائنا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش وأعطي أن يعطى روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون ويجعل الجميع الصغار والكبار الأغنياء والفقراء الأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم وقال لا يقدر أحدا أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد الإنسان وعدده ستماء وست وستون والمجد لله دائما أبديا أمين هنا بنشوف مع بعض وحشين التنين اللي هو الشيطان يبعثهم عشان يحربوا الكنيسة وينفزوا الشرور اللي الشيطان يقصدها على الأرض زي ما شفنا في الأصحة الاثناشر شفنا تنين لكن هنا في الأصحة الاثناشر بنشوف وحشين الوحش الأولاني سمي وحش البحر لأنه خرج من البحر والبحر ده إشارة للعالم المضطرب كتير قوي شبه العالم المضطرب المنزعج بالبحر لأن ميته تعطش مش تروي زي ملزات العالم بالظبط كل اللي يأخذ منها يجوه لها أكتر وأحواله مضطربة مرة كده ومرة كده بالظبط زي أمواج البحر المضطرب وأي إنسان بيعيش في البحر لابده في يوم الأيام بأنه بيغرق ويموت فالبحر ده رمز للعالم المضطرب القلق اللي هيخرج منه هذا الشخص والمعنى هنا أن من يتبع هذا الوحش هيجد سهولة في الحصول على ملزات الدنيا اللي مليان بها هذا العالم ولكن لن يشور برتواء أو سلام أو شبع أو راحة أو هينهل من ملزات العالم لكن من غير من يشبع شبع حقيقي يبقى في حالة التراب مستمر زي البحر الهايج المضطرب بالأمواج الكتير الوحش الثاني يسمى وحش الأرض لأنه طلع من الأرض ودائما الأرض هي مجال لعمل الشيطان الوحش الأول باصط نفوزه وهنا بقى الوحش الثاني هيبتدي يدعو الناس إنها تعتقد بالوحش الأولاني وتتبعه فهو هيحس الناس على أنهم يقتنعوا به ويمشوا في مملكته ولو قلنا أن الأرض دائما هنا بتشير إلى أرض إسرائيل فربما يكون هذا الوحش زعيم ديني يهودي خارج من شعب إسرائيل أما الوحش الأول غالبا هيكون زعيم سياسي أو قائد عسكري اقتصادي كبير أو ملك من ملوك هذه الدنيا العالم المضطرب ويملأ الدنيا التراب ويملأ الدنيا ألأ والكتاب أطلق صفة النبي الكذاب فبقى عندنا الثلاثي دلوقتي الوحش البحر ووحش الأرض والنبي الكذاب دول الثلاثي النجس في الثلاث القدوس لكن دول الثلاثي نجس دا كانت فكرة عامة عن ما يحوي في هذا الأسخاح لكن نرجع تاني نمسك الآيات واحدة واحدة ونتأمل فيها ونشرحها بأكثر استفادة نبتدي في العدد الأول ثم أقفته على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تجان وعلى رؤوسه اسم تجريف الوحش دا لو نلاحظ كويس أنه هو يعني تقريبا له نفس الوصفات اللي ذكرت في الإصحاح السابق على التنين والتنين هو الشيطان بمعنى أن الشيطان هيدي كل قوته لهذا الوحش له عشرة قرون دول عشر ملوك هيظهروا في فترات الوحش وهيكرسوا كل إمكانياتهم لخدمة هذا الوحش يعني هيمدوا بكل الإمكانيات وكل التأييد والتعضيد أن يجعلوا منه قوة عظيمة سواء بالقوة العسكرية أو القوة الاقتصادية يعني كل من يتبع هذا الوحش وعشان كده شبه القوة بالقرون قالوا له له عشرة قرون بس هنا الزيادة أنه ليه العشرة قرون تميزت أن كل قرن له تاج زي ما فهمنا أنهم عشرة ملوك هيؤيدوا الوحش وعلى رؤوسه اسم تجديف يعني هنا الرأس يشير دائما للتفكير فهيبقى هذا الوحش يكرس تفكيره وميوله والتجاهاته أنه هو يجدف على اسم المسيح بإنكر لهوته بتشبيهه بأي حد من المصلحين اللي ظهروا في التاريخ فهيخترع تجديف ضد الله ويكرس هجوم على المؤنين باسم المسيح العدد التنين بيقول والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما بتبتدي هنا تظهر مواصفات هذا الوحش أنه هو شبه النمر والنمر دا دايما بيبقى مخطط يعني بيبقى مبقع كده النمر بيبقى لونه زي اللون الأصفر فيه بقع بني كتير كده دي تشير للرزائل المنتشرة في هذا الوحش ونمر لأن النمر سريع الحركة فيعني هذا الوحش يبقى سريع كالنمر في اضطهاد الكنيسة بلا حنان بلا هوادة بلا رحمة وبعدين قوائمه قوائم دب رجلين الدب تبص الدب له أربع رجلين لوحدة كبيرة كده تدب تزلزل الدنيا فعنف فيه عنف في الحرب ضد الكنيسة وبعدين طيب فمه كفم أسد الافتراس والكتاب المقدس شرح لنا إبليس قال إنه كأسد زائر يجول مبتلع ملتمسا من يبتلعو واخدين بالكم وبعدين خد خد قدرة وإمكانيات من الشيطان يقول التنين اللي هو الشيطان أعطاه قدرة وعرش أعطاه كل قوته وكل سلطانه طبعا هنا الشيطان أطلق من سجنه لأن إحنا في الأيام الأخيرة دلوقتي الوصل كل ده إحنا قربنا من نهاية العالم يعني وإن الشيطان هيستخدم كل إمكانياته في إنه يضل الناس طب هل الشيطان له عرش ما هو وصف في الكتاب أنه رئيس هذا العالم المسيح قال كده واخدين بالكم فهنا بقى نفهم أن الوحش ده وحش البحر بالذات هيبقى له سلطان في العالم كأنه زعيم عالمي ويمارس كل أنواع للتهاد ضد الكنيسة وبوحشية يعني شوفوا مثلا إيه وحشية اجتمعت فيها عدة وحشيات وحشيات النمر وحشيات الدب وحشيات الأسد ده واحد منهم سفر دانيال زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت يعني ضيق محدش شافه قبل كده والمسيح قال يكون ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم وإلى الآن وإلى الآن ولن يكون العدد تلاك بيقول ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مزبوح للموت وجرحه المميت قد شفي وتعجبت كل الأرض وراء الوحش واحد من الرؤوس يعني إحدى القوى السياسية أو العالمية المشتركة في هذا الاتهاد المكرس ضد الكنيسة حصل لها زي انحدار يعني ضعفت يعني بمكم بسبب حروب أو أزمات اقتصادية لكن اللي هيحصل أن الوحش هيسندها والحكاية دي هتثير إعجاب العالم وراءه فيعجبه بقوته ويتخيله أن دي زي معجزة ودي تعني أن واحد من هؤلاء الملوك هيصب بجرح شديد ويشفى بقوة غريبة يدهش الناس وهنا هواق بيحاول بقى يقلل المسيح اللي هو يتقلم وصورب ومات وقام هنا بيحاول يدي نفسه صورة المسيح لكن نلاحظ هنا تعبيرات ما تفوتش علينا يعني بحسنا الإيماني نفهمها بسهولة أنا ما بيقول مثلا إيه وتعجبت كل الأرض وراء الوحش هنا التعجب ما هواش إيمان أو ما هواش التصديق ولكنه يعني زي إيه زي أنت وقفت تتفرج على ساحر وتلاقيه عمل لعبة كده تكة يعني خديعة يعني بس أنت عشان مش فهمها فتبقى يعني معجب فيه فيه فرق بين لغة الإيمان واللغة الإعجاب العدد الرابع وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش وسجدوا للوحش قالين من هو مثل الوحش من يستطيع أن يحاربه أخذوا بالكو برضو العبارة دي مش غريبة علينا ليه إن هي دي اللي أسقطت الشيطان في سفر أشعياء لما لما طلع الشيطان يقول إيه أصير مثل العلي لما الملك مخايل ضربه وقال إيه من مثل الله عشان كده سمي مخايل مكايل يعني من مثل الله يعني مين زي ربنا يعني وبحال الشيطان دي إبليس قدر إن هو يسقط حوى وآدم لما بيغويهم ويقول لهم إيه ربنا قالوكم ما تأكلوش لي لأنه عارف إنكم يوم تأكلان منها تصيران كالله فكل دي خبع من الشيطان هنا بقى الإنسان لما بيحاول إن هو يتساوب الله ويرتفع عن الله بينفصل عنه لكن ربنا في محبته بيحاول يرفع الإنسان عن طريق أن يتحد بيه يعني في سفر المزامير ربنا يشجع الإنسان يقول إيه ألم أقول أنكم آلهة يعني شوفوا لدبنا لدرجة محبته أنه عاوز يرفع الإنسان أنه يبقى كالله والسيد المسيح قال لنا قال لنا اثبتوا فييا وأنا فيكم والمسيح جاء عشان نكون إحنا وهو واحد وفي الصلاة الختمية في يوحن 17 يقول كده يقول إيه ليكن الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الأب في وأنا فيك ليكون هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني ده أسلوب مختلف الانفصال عن الله معناه الموت لأن الله هو الحياة والانفصال عنه بيكون هو الموت وعشان كده ربنا قال العقوبة الأدم يوم أن تأكل منها موتا تموت دي نتيجة طبيعية للإفصال عن الله ربما تكون من شجرة معرفة الخير والشر هي الإحساس بالذات بالانفصال عن الله نكمل في عدد خمسة وأعطي ثمن يتكلم بعظائم وتجاليف وأعطى سلطانا أن يفعل 42 شهرا هنا الشيطان أعطى الوحش أنه يجدف على الله 42 شهرا دي المدة اللي فيها الأمم هتدوس أرشاليم وقد يعني هذا إهانة للمقدسات المسيحية وربما ده اللي أصد دانيال النبي لما قال وتقوم منه أزرع وتنجس المقدس الحصين وتجعل الرجس المخرب والمسيح أشر للقصة دي لما قال ومتى نظرتم رجزة الخراب التي تكلم عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم ومتى 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 يتكلم إلى الجبال ربما المعنى هنا يكون أن ضد المسيح هيفرد سيطرته ومن ضمن هيدخل الكنيس ويخربها وهنا بقى لما بيكلم على هروب المرأة للبرية عشان ربنا يعقولها 1260 يوم دي المدة للأمم هتدوس فيها أرشالين يعني المعنى العام المقصود هنا أن لما تشوفوا انتشار الرجاسات والنجاسات توقعوا أن يبقى فيه خراب أكيد على الأبواب العدد السادس بيتكلم على التجديف على الله يقول ففتح فمه بالتجديف على الله ليجذف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء يجذف على اسمه لما موسى سأل ربنا عن اسمه كان ربنا بيجاوب بيقوله أنا يهوى الذي أهيا والسيد المسيح كثير جدا ما كان يعرف نفسه يقول أنا هو أنا هو النور الحقيقي أنا هو الطريق والحق والحياة والجماعة اللي راحوا يبوضوا على المسيح في جسماني وما بيدوروا عليه قال لهم أنا هو بمتها الشجاعة والجراء فأتخضوا ورجعوا الوراء وبعضهم ويعا في الأرض وهو هنا كان بيعني اللاهوته يقول أنه هو يهوى هو الله واخدين بالكم يهوى العظيم وقال كده المسيح عن نفسه أنه يهوى يعني هو اللي موجود معاهم وقال إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم فعشان كده بنفهم أنه ضد المسيح اللي لا يجدف على اسمه هيجدف على المسيح على مسكانه اللي هي الكنيسة ممكن يحتلها وينجسها إلى آخر الساكنين في السماء دول بقى الملائكة والقدسين نتنقل العدد السابع وأعطي أن يصنع حربا مع القدسين ويغلبهم وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة يغلبهم هنا جسديا بس يعني مش يغلبهم روحيا أو إيمانيا يعني يعني هتطهدهم أو يقتلهم يعني بل إنه هتعقبهم في كل بلد وكل أمة لأنه بيقول وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة لكن هم بقى هيغلبوا روحيا يعني هو يمكن يؤذيهم جسديا ماشي لكن روحيا مش هيقدر عليهم زي ما حصل مع المسيح نفسه ونجحت مقابرة الشيطان إنه هو صلب ومات ولكن المسيح انتصر على الشيطان لما في معركة الصليب ولما قام من الأموات منتصرا لكن اللي هيحصل بقى هنا إن العالم المخدوع هيزجد في الحروب ديت وينهزم ده العدد التام بقى فسيزجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي زبح العالم المخدوع هيزجد الله ده الله المؤمنين مش هنخدعوا وزي ما في الإصحاح السابق كانت في آية جميلة ولم يحبوا حياتهم حتى الموت يعني يقدموا نفسهم شهداء في سبيل إنهم يحتفظوا بإيمانهم وهنا نفهم من العدد التام هنا إن إن إحنا لما تعمدنا اتكتب اسمنا في سفر حياة الخروف بقينا أبناء للملكوت واللي يغلب لن يمحى اسمه من سفر الحياة قدل معنى الجميل اللي في هذا العدد العدد التاسع بقى بيقول من له أذن فليسمع أخبار مؤلمة حزينة للغاية الإنسان ممكن ما يصدهاش من فضاعة الحدث نفسه فعشان كده بيوجه نداء للبشرية كلها طب يعني إيه اللي يقدر يسمع الكلام ده مين يقدر يسمع الكلام الصعب ده عشان البشرية تتحذر ولا تنجرف وراء حروب الوحش فبيحذر المؤمنين عشان مهما نجالهم من تهديدات ما يترجعوش ثانيا إن دي أهبار مؤلمة بس الأذن الروحية تقدر تسمع كلام ربنا وعوده وأن فترة الألم دي مؤقتة واللي هزبر من المنتهى هيخلص أو ممكن معناها إن اللي هيسمع صوت تعزيات الروح القدس ويحتمل الألم هيسمع اللي بيقول الروح المعزي للكنايس يعزيها ويشجح كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب وإن كان أحد يقتل بالسيف فإن يقتل بالسيف هنا صبر القدسين وإيمانهم بشجع الكنيسة المتألمة إنها ما تخاف من حروب ضد المسيح لما يظهر لأن عمله هيرتد عليه وعلى القدسين إنهم يؤمنوا إن نهاية هذا الوحش إنها مؤلمة وحزينة لأن اللي بيقتل لابد أن يقتل واللي بيزبي لابد أن هو نفسه يذب فزي ما بيقول الكتاب المؤدس في سفر عبدية كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك يعني الرسول هنا عايز يقول من له أذن فليسمع دي حاجة صعبة إن الواحد يعني يسمحها ويتقبلها وبعد خلاص يعني عاوز يقتل يقتل إن هو نفسه يقتل اللي عز يزبي هو نفسه هيتسبي يعني ما تخفوش ولا تضطربه ولا تنزعجه مما يحدث من هذه الحروب بعد كده صاحب يتنقل لكلام عن الوحش التاني اللي هو طالع من الأرض في الأعداد 11 و 12 ثم رأيت وحشا آخرا طالعا من الأرض وكان له قرنان مثل شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل من كل سلطان الوحش الأول أمامه ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجنون للوحش الأول الذي شفيا جرحه المميت الوحش ده سماه الكتاب النبي الكذاب وقال عليه في أنه شبه خروف يعني يحاول يتظاهر كأنه حمل كأنه وديع كأنه يعني 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 لكنه ظهر لما تكلم ولكنه بمكر ومش بتوالع يعني باقتدار بجبروت يعني وشبهه أنه له قرنين علامة القوة يعني عنده قوة طب جابها منين من سلطان الوحش يعني بيدرب من يقاومه بوحشية بعدها مرحمة يعني وبعدين كمان له قدرة على عمل معجزات وآيات خادعة يعني بيحاول يزبت كلامه بقوة الشطال أنه يعمل شو كده جميل عرض جذاب يبهر اللي بيتفرج يعني ده النبي الكذاب اللي هو بيعمل لحساب ضد المسيح وسلطانه وبيحاول يقنع الناس أنها تقبل الوحش الأولاني اللي هو اللي طلع من البحر نكمل مع بعض عدد 13 لحد 15 ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعيش وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش ويجعل جميع الذين لا يسجدون للصورة الوحش يقتلون هذا الوحش قادر بقوة الشيطان أن يعمل عجائب معجزات بطريقة الصحراء فمثلا قال أنه ممكن ينزل نار من السماء أو يجعل صورة الوحش تتكلم وبعدين من كتر جبروته أن لن يسجدوا لصورة الوحش هيقتلون شوف لدرجة إيه ويجعل الناس تؤمن بالوحش الخارج من البحر ويقدموا له العبادة والإكرام لذلك هو هيقوم بعمل الدعاية للوحش البحري حكاية حكاية هينزل نار من السماء دي بعض الأراء بتقول أن اليهود بعد ما يبنوا هيكل سليمان يعيدوا بناءه يعني مرة تانية ويقدموا فيه زبائح فهذا النبي الكذاب هيقدر أنه بفعل الشيطان أنه ينزل نار من السماء تقبل هذه الزبيحة فينخذع الناس ويفتكروا أن دي نار إلهية زال اللي كانت بتنزل زمان تأخل الزبيحة وهنا بقى نفهم أن الوحش الأرض الوحش التاني ده هو عمل ديني ولذلك قد يكون هذا الشخص هو زعيم يهودي ديني بعكس بقى وحش البحر أنه يبقى له قوة عسكرية ومدنية واقتصادية كبيرة نكمل مع بعض بعد كده العدد ستاشر وسبعتاشر ويجعل الجميع الصغار والكبار الأغنية والفقراء الأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى وعلى جبهتهم وقال لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه ناخد بالنا هنا أن حكاية تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم اليد اليمنى دي اليد بترمز دايما للعمل والجهاد والجبهة ترمز للتفكير واللي هيبقى له سمة على يده اليمين وعلى جبهته هيبقى بنشاطه وبعمله وبخدمته يعني بيده وبتفكيره ولاءه وانتماءه بجبهته يعني هيبقى في خدمة ضد المسيح أخذين بالكم وشمعنا دول اللي هما ليهم العلامة أو اسم الوحش أو عدد اسمه النبي الكذاب هو اللي هيعمل هذه السمة ويخلي الناس تحطها على جباهها وعلى أيديها وما حدش يدر يبيع ولا يشتري إلا اللي له هذه السمة ولا ياخد أي مصالح شخصية في حياته يعني وعشان كده النبي دانيال وصف هذه الفترة قال يكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت يعني هتبقى أيام صعبة جدا والإصحاح بيتختم بآية جميلة جدا آية 18 يقول هنا الحكمة ما له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده 666 الأعداد دي معناها أن الحروف الأبجدية كان لها دلالات رقمية قبل ما تطلع الأرقام يعني في اللغات الأديمة اللغة اليونانية والرومانية والقبطية اللغات الأديمة كان معروفة عنها كده يعني وبكون ممكن نحسب عدد يعني نحسب العدد بتاع الإسم نشيل كل حرفه ونحط الرقم اللي قصاده ونقدر نجمع في الآخر والإسم ده كذا فهنا بقى بيعطينا دليل اكتشاف شخص الوحش أو ضد المسيح وبذلك نحن نكتب اسمه باليونانية وبعدين نحسب رقمه فضد المسيح هيبقى لما نجمع الأرقام بتاعته نلاقي في الآخر إنها 666 ورقم 6 ده رقم الإنسان الناقص ليه إنسان مخلوق في اليوم السادس ولكن الإنسان بقوة طرالله الواحد الرقم واحد يشير لله فهيبقى رقم 7 فهيبقى 6 و1 يبقى 7 ده رقم الكمال رقم 8 ده يشير للأبدية للحياة الجديدة لإن إحنا الأسبوع كان ينتهي في اليوم السابع وبعدين اللي هو يوم السبت عند اليهود مثلا وبعدين اليوم الثامن اللي هو الأحد ده اليوم الجديد ده يشير للحياة الجديدة الحياة الأبدية ذلك المسيح أقام في اليوم الثامن ودأ الحياة الجديدة في اليوم الثامن فإسم يسوع نلاقيه هو 8 8 8 3 تمانيات لكن نرجع تاني بقى لرقم 6 6 6 اللي هو رقم يدل على النقص وعى الشر أو الشر المجسم لأنه رقم الإنسان فهنا الرسول بقى بينبهنا عشان كده بيقول إيه هنا الحكمة يعني الدارس للكتاب المؤدس هيعرف العلامات اللي تميز هذا الوحش ولن ينخدع بيه لأن رقم 6 هو عدد إنسان رقم 6 6 6 ده يعني إن حاجة إنسانية فهذا ده يتوريين إن الوحش ده يبقى إنسان عادي وما هواش قوة معنوية أو دولة أو قوة اقتصادية ولكن إنسان عادي ولكن له اسم الوحش وهنا بيحذرنا الرسول إن إحنا نعرف الوحش ونحذر منه ونحذر المؤمنين من التداخل معاه ربنا يبرك حياتكم شكركم على متابعتكم لإلهنا المجدوة الكرامة إلا بد أمين شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة